بسم الله والصلاة والسلامة والرسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثالث من الشابتر الخامس بعنوان Application 2 ودائما متعلق بالمسقطة النقص هنأخذ المثال التالي اللي هو عبارة على وحنجيب يعني السؤال هنا ازاي هنرسم اول حاجة قلنا لازم نحدد امائك المساقط في الورقة بتاعنا عشان يكونوا المساقط في وسط الورقة وعشان نحدد الاماكن بتاعتنا محتاجين نعرف الابعاد بتاع الاليفيشن البلان والليفت سايد بيو هنا عندنا العرض بتاع الاليفيشن اللي هو ستين الارتفاع بتاعه اللي هو خمسة وعشرين وارتفاع البلان أربع وثلاثين هنبدأ نحسب اماكن المساقط بتاعنا أكيد حيكون Left Side View العرض بتاعه اللي هو ارتفاع البلان والارتفاع بتاعه حيكون ايه؟ ارتفاع Elevation اللي هو 25 هنا هنجمع 60 زايد 34 60 هي ايه؟ هي عرض Elevation وال34 اللي هي عرض Left Side View هنتحصل على 94 نصف الورقة ده الطول بتاعه 200 او العرض بتاعه 200 هنشيل 94 من 200 هنتحصل على 106 بعدها هنقسم 106 على 3 هنتحصل على على 35 يعني ايه؟ يعني هنروح من الشمال كده مسافة 35 35 بعدها نروح مسافة 60 ونرسم ايه؟ خط عمودي بعدها مسافة 35 ونرسم خط عمودي بعدها مسافة 34 ونرسم الخط العمودي بتاعنا ده كده تحصلنا على الفراغات الافقية الفراغ ده والفراغ ده والفراغ ده محتاجين الافقية محتاجين الان نحدد الفراغات العمودية 80 هنقسمها على 3 هنتحصل على 63 يعني هنيجي هنا وننزل من فوق مسافة 63 ونرسم ايه؟ خط ايه؟ افقي بعدها هننزل مسافة 25 ونرسم الخط الافقي الثاني بعدها مسافة 63 ونرسم ايه؟ الخط الافقي بتاعنا ده واخر خط حيكون على مسافة كم؟ 34 وكده تحصلنا على اماكن المساقط بتاعنا الثلاثة ده حيكون الاليفيشن ده البلان بتاعنا وده خلينا نبدأ الان في استنتاج الليفت سايد بيو اللي هو السؤال بتاعنا في هذا الجزء هنجيب النقطة دي نجيبها للزاوية 45 وبعدها نرفعها عمودة كده في الليفت سايد بيو بتاعنا وبعدها هنجيب الخط الثاني ده من النقطة دي كده افقيا عشان نرسم ايه؟ عشان نرسم الخط بتاعنا ده اللي هو الخط ده بيمثل ايه؟ بيمثل الخط اللي هنا ده لو نظرنا كده عشان نرسم الليفت سايد بيو هنجيب النقطة التانية او هنجيب ايه؟ هنرسم الخط ده العمودي اللي هو بيمثل ايه الخط العمودي ده؟ بيمثل الخط المائل ده لو نظرت في الاتجاه ده الخط المائل ده هيصبح ايه؟ هيصبح خط عمودي بما انه الرسمة عندي فيها تناظر هارسم نفس الخطوط دي الخط ده هو نفسه اللي هنا من ناحية اليمين والخط العمودي ده هيكون كمان نفسه هنا من ناحية اليمين بعدها هنجيب ايه؟ هنجيب النقطة اللي تحت دي النقطة دي هنجيبها كده بالزاوية 45 ونرفعها كده عمودي وروح لليفاشن ونجيب النقطة دي وهنا هنرسم ايه؟ هنرسم الداشلاين الداشلاين بيمثل ايه؟ بيمثل النقطة دي النقطة دي بيتمثل بيمثل الداشلاين يقدير pontos هنرسم نفس الخط من الناحية التانية هذا هو نفس الخط بتاعنا وهنوصل الخطين ببعض ولكن هنا هيكون عندنا خط من النقطة هنا للنقطة دي ليه؟ لأن الخط هذا والخط هذا اللي هو موجود على مستوى النقطة دي لو نظرنا من هنا هيكونه على نفس المستوى في ايه؟ في وحيكون ايه؟ هيكون داشلين ليه؟ لأنه لو نظرنا من هنا الخط ده هو خط مخفي بعدها هنروح نجيب ايه؟ هنجيب النقطة بتاعنا هنجيب النقطة بتاع الاستوانة بتاعي النقطة دي الاستوانة دي المفروض هي موجودة على كل المجسم الاستوانة موجودة على كل المجسم يمثل الخط ده والخط ده الاستوانة دي لو نظرت من هنا هتكون كمان هي مخفية يعني هنرسمها هنا في left side view هنرسمها ايه هنرسمها dash line على مستوى الخط الاخضر ده هنرسمها ايه هنرسمها dash line هذي اللي استوانة ببتاعي وكده خلصنا left side view باجي ايه باجي ليزومتريك هنشوفه ان شاء الله في الجزء الرابع من هذا الدرس